قبل ما نبدأ الفيلم لا تستطيع تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معينا اقوى افلام الرعب بيبدأ الفيلم وموات شباب قاعدين في يوم الهالوين مع بعض واللي بيكون عبارة عن اربع اشخاص بيقرروا ان هم ينشروا الفوضى في المدينة فالواضح ان مايكا متحمس جدا لحاجة زي كده وقرر ان هو يتنمر على كل الناس اللي بيكرههم لحد لما بتقوم البنت من وسطهم واللي كانت رفض حاجة زي دي طبعا في الوقت ده بيتكلموا عن شخص اسمه جاكوب والواضح ان الدور بيكون عليه وبنعرف ان هو شغال في السركة بتاع القرية وبنفهم كمان ان هم كل سنة بيدربوه في البيت لكن المرة ده هيتنمروا عليه عشان يغيروا شوية وبتحاول كارل يتعرفهم ان اللي بيعملوه ده غلط لكن محدش بيهتم بكلامها وقبل ما يخرجوا من المكان بيسمعهم صاحب الكافيق وبيقولهم ان همه تحمس يدخل معهم الخطة بتاعد جاكوب وبيطلب منه شوية طلبات وبالليل بنروح على الشخص اللي قاعدين يتكلموا عليه هنا بيكون قاعد في البيت لوحده عمال يتفرج على التلفزيون لكن الغريب في المعضاء انه بتفرج عليه اصلا وهو فادي بنعرف ان هو غريب الاطوار فعلا لحد لما بيعرف ان الوقت بتاع الشغل بيكون قرب ولازم ينزل يتحرك عليه دلوقتي بالعجلة بتاعته واخيرا بيوصل على العربية بتاعت المدير والواضح ان هو تأخر شوية على المعاد والليستر بيفضل يهزق فيه شوية في الوقت ده بنشوف مجموعة الصحاب راح على الكرنفال اللي هيقدم فيه جاكوب وبيفضلهم رقبينه من بعيد عشان يستغل للفرصة المناسبة انا بتكون قارلي مش عاوزة تعمل حاجة زي كده لكن ماركي بيقنعها بالكلام ده وبتروح وراهم على طول وفي الوقت ده ليستر بيقدم العرض بتاعه ومستني جاكوب ان هو يدخل لكن للأسف ما يعرفش اللي بيحصل معادي الوقتي وبيبدأ استيف بالهجوم عليه لكنه بيدفع عن نفسه بعد شوية ضرب بيقع على الارض ومش بيتحرك وقارلي بتكون حاسة ان في حاجة حصلت لي لحد لما بيهربوا بسرعة من المنطقة وبعدها ليستر بيشوف جاكوب واقع على الارض مش بيتحرك والصحاب قاعدين مع بعض بيتكلموا عن اللي حصل من شوية وفي العربية بتاعت ليستر بيحاول ان هو يطلع السندوق بتاعه وبتشتغل موسيقى مرعبة جدا وبيطلع شوية حاجات غريبة زي الشمع ومسك وبيمان قديم وكتملوش اي تفسير لكن الواضح ان هو بيعمل بيتكوس مرعبة على الجثة بتاعت جاكوب وهو لما بيخلص بيبص على الجثة بتاعت صاحبه وبتخلص اللقط الحد هنا تاني يوم الشرطة بتحاول ان يتلف شوية في المدينة عشان تشوف الاخبار لحد لما بيلاحظ شخص مليان دمه قدامه بيروح عليه بسرعة لكن الاسف بيكون اختفى فبيتكلم صاحبه في الشرطة وبيسأله لو في حد قدم بلاغ ولا حاجة وبيعرف اللي حصل فبيرجع على الاسم بسرعة بيلاحظ ان كارلي بتحكي عن اللي حصل مبارح وبنكتشف ان الزابط ده بيكون ابو مارك أصلا بيحاول يعرف ان في حاجة غلط في الموضوع هيتكلم مع ابنه لحد لما بيروح على الكارنفال وبيحقق مع ليستر فبيقوله ان جاكوب بيكون عايش لكنه تعبان شوية في البيت وتعرض للضرب مبارح من صحابه فبيرجع الزابط على العربية وبيعرف صاحبته ان مفيش حد مات ولا حاجة وان دلوقتي يتحرك على البيت بتاع جاكوب عشان يحقق معاه في الموضوع وبيروح على هناك فعلا الغريب انه بيلاحظ ان البيت شكله مهجور من بدري ومحدش بيفتح الباب ليه لحد لما بيلاحظ شخصي من بعيدة عمالي رأبه بيتحرك تاني بالعربية على الاسم والناحية التانية بنشوف مكالمة بتيجي على كارلي في البيت وبتسمع صوت حد مرعب وبيعرفها ان هي شركت مع صاحبته في الموضوع ولازم تتعاكب هي كمان وطبعا بتكون مرعوبة وبتسمع حركة من الشباك بتروح على هناك وبتعرف ان صاحبها ستيف بيهزر معها مش اكتر فبيعتزل لها عن كده ومايك بيحاول عرفة انها بتعمله ده غلط وان ابوه عارف كل حاجة ولازم ما تفضلش تتكلم عن اللي حصل مبارح وفي نفس اليوم بنشوف صاحب الكافي قاعده مبسوط ومش مركز في اي حاجة لحد لما بيعرف ان اخوه دخل على الحمام وده عشان يرأي بالمكان هنا بيسمع صوت حركة في الحمام فبيخرج منه وبيشوف قرع العسل على الحود وطبعا مش فاهم ايه اللي جابه هنا بالزبط في الاخر بيشوف راجل قدامه وشكله مرعب في وشه وقبل ما يعمل اي حاجة بيقدر ان هو يخلص عليه ويخنقه بكل سولة وهنا بياخد حقه وبالليل كارلي بتكون قاعدة مع ستيف لحد لما بيسمعوا صوت صاحبهم وبيسرخ وبيقول لهم اللي حصل في الكافي من شوية طبعا الشرطة بتوصل على ناك وبتشوف الجثة بتاعت الراجل والغريب ان هما بيلقوا حلويات في المكان وبيحققهم مع الاخ يمكن عارف حاجة بعدها بيتحرك ستيف مع كارلي على مكان الحدثة والزبط بيحاول يحقق معايهم ويعرفهم اللي حصل مع جاكوب بيكون مش طبيعي وطبعا محدش بيتكلم في حاجة فبيعرفوا ان صاحب الكافي كان بيتعامل مع تجار المخدرات واكيد يختلف معهم في حاجة عشان كده خلصوا عليه هنا الشرطة بتكون مش فهمة اللي حصل بالزبط لكن بيقرروا ان هما يروحوا للكارنفال وده عشان يحققوا مع الستر للمرة التانية والباقي عاديم مع بعض عشان يفهموا اللي بيحصل وبوب بيحاول يعرفهم ان هكيد جاكوب اللي عمل كده وبينتقم منهم لكن مايك مش عاوز يصدق حاجة زي دي وفي الاخر بيخرج من البيت ومتعصب والباقي بيروح وراء وبيفضل بوب في البيت لوحده وبعدها بيسمع صوت جاي من الصالة طبعا بيكون فاكر انه دهزر من صحابه وبيتحرك على مصدر الصوت لحد لما بيشوف قرع عسل في المكان وقبل مايروح نحيته بيظهر الراجل الميت عشان يخلص عليه وبيقدر انه يقصر كل ظهره وبيشيل العمود الفقري من مكانه واخيرا الشرطة بتوصل على الكارنفال عشان تحقق مع الستر وبيعرفهم انه ما يعرفوش مكان جاكوب من مبارع فالزابط بيقوله ان الموضوع بيكون اخطر من الاول بعدها بتوصل الاخبار ان بوب بيكون مات في البيت بتاعه فبيروح للمكان عشان يشوف القصة ويخلص منها بيطلب من صاحبته ان هي تعلن حظر التجوال النهاردة بالليل وبياخد معاه كل الاسلحة عشان يدفع بيها عن نفسه وهنا مارسة كده تعمل كده فعلا لكن الواضح ان السكان بتكون متضايقة من قرار زي ده فبتقولهم ان هي بتنفذ الاوامر مش اكتر وفي البيت مايك بيكون قاعدة الان والاب بيروحها لعشان يكلمه وبيفهم الحقيقة وفي الاخر بيطلب منه يفضل في البيت وما يخرجش منه مع ما حصل ومع الوقت الناس كلها بتعرف ان الحفلة بتاعت الهالوين بتكون تأجلت بسبب الحظ لكن كارلي مش مهتم بحاجة زي كده وهنا الشرطة بترجع تاني على بيت جاكوب عشان تخبط عليه ومش بتلاقي حد موجود لسه لكن هوم المراتي بيكسروا الباب عشان يفهموا القصة وبعدها بيطلعوا للقوضة بتاعته بيشموا ريحة وحشة جدا وايكنها جس حد ميت لحد لما بيلاقوا حاجة متغطية بالقماش البني ولما بيحاولوا يعرفوا اللي جواها بيكتشفوا ان هي جمجمت حد ميت ومليان حشرات فطبعا الشرطة بتكون مرعوبة من اللي شفته وفي الوقت ده بنعرف ان كارلي مع ستيف بيخرجوا وقت الحظر ومش بيسمعوا كلام بتاع الشرطة ويستهلوا اللي هيحصل معيهم مع الوقت بنشوف الناس اللي كانت شغلة في المهرجان قاعدة مش بتعمل حاجة بعد لما الحفلة اجلت وبيسأله عن جاكوب فاليستر بعرفوا منه مش فاهم حاجة لحد دلوقتي وطبعا هو عارف كل الحقيقة لكن مش بيتكلم مع حد عن الموضوع ان كارلي بتلاحظ ان حبيبها ستيف مش موجود فبتفضل تندع عليه في كل حتة لحد لما بتشوف قرع العسل قدامها فهينا بنفهم ان الدور هيكون عليها وفي الوقت ده بيحاول لستر يعرف صحابه ان اي واحد بيسقط عن حقه بتكون اخرتها الموت فلازم يدفع عنه باي طريقة وان البلدة تنتشر فيها الفوضى الفترة اللي جاية لحد لما ستيف بيرجع على كارل ومش بتاخد بالها ان هو بيكون اصلا ميت وهنا بتكون مش فاهمة حاجة من اللي حصلت لكن بيطلب منها تهرب دلوقتي من المكان بسرعة لحد لما بيفقد النفس قدامها بتحاول تسرخ عشان تطلب المساعدة وطبعا ما فيش حد موجود بسبب الحظ لحد لما بيظهر جاكوب قدامه فبتحاول تهرب منه بسرعة وطبعا مش بتلحق تعمل كده لانه قبض عليها وبيقدر ان هو يشد لسانها من مكانها عشان تسقط شوية لحد لما بيتموت هي كمان في الاخر بيحط كل الجسس جنب بعض عشان يحرقها لكن هنا بيفقد الوعي عشان يوع على الارض وفي مشهد تالي بنشوف لستر وبيتكلم مع جاكوب بصوت عالي وده عشان يصح فيه وهنعرف اللي حصل معاه كمان شوية وفي الطريق الزابط بيحاول ان هو يتكلم مع صاحبه عن اللي حصل وبيسأل عن جمجمة الشخص اللي شافوها في البيت بيقول ان هي تقريبا جمجمة بتاعتهم جاكوب لكن طبعا مش متأكد من حاجة زي دي لحد ما الطب الشرع يقول له اللي حصل لحد لما بيعرفوا ان الموضوع بيكون خطير فعلا طبعا بيشوفوا الجسس بتاعت صاحب ابنه في المصر فبيخاف جدا عليه وبيحاول يتطمن منه ان هو بيكون لسه عاشه وبيتكلم معاه في التليفون وهنا بيكون جاب اخره من الموضوع ولازم يواجه الخوف بتاعه فطبعا بيروح على لستر عشان يعرف كل حاجة في الكارنفال في الوقت ده لستر بيعرف ان جاكوب محتاج شوية دم عشان يرجع للحياة ويخلص على كل اللي كان السبب فموت عشان يكمل المهمة بعدها بيستغل الفرصة ان ما يكسل لحد عنده فبيخلى حد يضربه على دماغه وبعدها بيروح على البيت بتاعه وهنا بنعرف ان لستر بياخد الاب هو كمان بعد لما ضربه لحد لما بيفوق مايك من الضربة وبيسمع صوت العربية بتاعت الاب عما لا تقرب عليه في الاول بيكون فرحان عشان هو هيسهده لكن لما بيركز شوية بيعرف ان هو للأسف مات ورسه محتوط على الكبوت بعد لما تقطعت من جسمه وهنا بيحاول يعاية ويطلب المساعدة من حد لحد لما بيزر جاكم مرة تانية قدام عشان يخلص عليه وبيقدر ان هو يقطع ايده بكل سهولة بعد لما خلعها بعدها بيوصل لستر عليه عشان يقوله ان كل حاجة هتكون تمام وبيحاول ان هو يكمل على مايك وبيفضل ياخد في السنان بتاعته كلها وفي ماشاة التاني بنشوف ان الحفلات هترجع مع الوقت وفي ست بتسأل عن السنان اللي في سلسلة بتاعت لستر بيعرفها ان كل اللي هنا حقيقي وتقريبا بتاعت اشخاص كانوا السبب في ظلم حد في يوم من الايام ومات كمان وده عشان بياخدوا حقهم وتفضل معهم ذكرى فمانساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو عندك اي اكتراح لفيلم رعب او اكشن اكتبوا النا تحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام